مدينة الهجرين التاريخية بمدرية دوعا في محافظة حضرموت تعد أهم المناطق التاريخية اليمنية القديمة وحاضنة الشاعر الجاهلي إمرأ القيس الكندي ويعرف بأنها مدينة استراتيجية في عهد دولة الحميرية هذه المدينة ورغم تاريخها العريق إلا أنها تعاني من الإهمال خاصة في الخدمات الأساسية وأبرزها الخدمات الصحية فمستشفى الهجرين التعاوني هو الوحيد في المدينة عمل خلال الفترة الأخيرة على وضع خطة للنهوض بالواقع الصحي من بينها برنامج المسح الميداني لسكان المدينة وضوحيها بهدف تقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات الصحية يساهم برنامج المسح الميداني لمناطق الزمام السكاني لمدينة الهجرين والتي هي المستفيدة من برنامج خدمات المستشفى في مساعدة المستشفى على اتخاذ قرارات وتوفير الاحتياجات الصحية لأبناء المنطقة بعد المسح تظهر معنا الأمراض المنتشرة بالتالي نستطيع برامجنا القادمة على الأمراض هذه ونركز التوعية أكثر ونركز فيها على المحاربة هذه الأمراض إذا كانت مثلا أمراض بسبب القمائم المنتشرة بسبب البعوض هذا البرنامج الذي يشارك فيه 21 ماسحا ميدانيا وأربعة مشرفين يهدف إلى إنشاء ملف طبي إلكتروني لأفراد الأسرة بالمستشفى من أجل سهولة الحصول على بيانات تدعم وترتكز عليها سياسات وبرامج وتدخلات تعزز البيئة الصحية لسكان المدينة ومراقبة البيئة المحيطة ورفع الملاحظات حول الأخطار التي تحيط بالمجتمع في أول يوم وخلال هذا البرنامج المسح الميداني هناك تجاوب كبير من قبل الأهالي بهذه المنطقة وهناك ارتياح كبير لما تقوم به مستشفى الهجرين التعاوني في برنامج المسح وما سيقدمه من خدمة لهذه المجتمع برنامج وصفه مكتب الصحة والسكان بمدرية دعا بالإيجابي لما له من دور في حصر أبناء المدينة وإيجاد نظام إلكتروني يساعد في تشخيص حالات المترددين على المستشفى وتقديم الخدمات لهم تشكل هذه التحركات خطوة مهمة في طريق منح هذه المدينة التاريخية اهتماما غابة لعقود ما قد يسهم في تجاوز الكثير من المخاطر الصحية التي تحدق بالسكان هناك حدا مساعد كانت بالقيسة من مدينة الهجرين التاريخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر